تقش المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكور تيرك تقريره الأول أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن ضمان المساءلة والمحاسبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة التقرير خلص إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بادر لاستخدام القوة المميتة كخيار أول وبشكل متكرر خلال الفترة المشمولة بالتقرير وبغض النظر عن مستوى التهديد مشيرا إلى أن وجود الاحتلال أدى إلى تعميق الانتهاكات الجسيمة والمتكرر لحقوق الفلسطينيين بما فيها الحق في الحياة خلص التقرير إلى أن 131 فلسطينيين قتلوا على إيدي أفراد قوات الأمن الداخلي خلال العام الماضي في سياق إنقاذ القانون أي خارج أي سياق للأعمال العدائية ويشمل ذلك 65 شخصا نفهم أنه لم يكنوا مسلحين ولم يشاركوا في أي هجمات واشتباكات منذ العام 2017 تم التحقيق فيها قل من 15% من عمليات القتل هذه ودى أقل من 1% إلى تقديم لائحة الاتهام مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة في جناف رأى أن تقرير المفوض السامي يفتقر للتوازن لتقرير نحن لدينا ملاحظات عليه لأنه هناك محاولة لمساوة ما بين الدولة التي تحتل والدولة التي تقع تحت الاحتلال لكن تقديم المفوض السامي سيد تور كان تقديما معقولا حاول أن يكون متوازنا وأشار إلى الانتهكات الإسرائيلية وخاصة الأخيرة من ما حصل في نابلس وفي جينين وفي قرية حوارة بأتقاده أن كان التقديم معقول والتوصيات التي توصل إليها أيضا معقولي وهذا لأول مرة نستمع منه التقديم بهذا الشكل ونمل أن يستمر بهذا وننتظر منه أن يكون بتحديث قائمة الشركات التي تعمل في المستوطنات كما وعد تقرير المفوض السامي ربط إنهاء العنف بحق الفلسطينيين بضرورة إنهاء الاحتلال مشيرا إلى أن التوسع الاستيطاني وحصار قطاع غزة وجدار الفصل العنصري شكلت عقوبات جماعية خانقة بحق الفلسطينيين وهي مخالفة للقوانين الدولية المفوض السامي لحقوق الإنسان أوصى بالبناء على تجربة اتفاق قمة العقبة مشددا على أهمية تحقيق المساءلة والعدالة كخطوة أولى تمهد لمزيد من التهدئة من مقر الأمم المتحدة في جناف دين أبي صعب تلفزيون فلسطين